اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام الى موعد النشراء الجوية بنسبة لنيتد الاسبوع الامور ستتغير هذا بسبب قدوم منخف جوية قادمة تدريجيا من شمال عرب اوروبا اذا سيوجدنا السحب كثيفة روكمية نحو الغرب الجزائرية الامور ستتغير اجوة تبقى مغشة غائمة مرفوقة بامطر ان شاء الله على الولايات الغربية الساحلية واحتى بالمرتفعات الاشرة فقط كل هذه السحب هي عبارة عن عبارة الثربجوية سيتجه ببط نحو الماطق الوسطى وبالخصوص نحو الماطق الساحلية اذا هنا ايضا الامور ستتغير تدريجيا بالنسبة للماطق الشمالي الاخرى تبقى اجوة مغشة في انتظار قدوم هذا الاضطراب الجوي اذا اجوة مغشة ثم غائمة تدريجيا نفس الشيء بالنسبة لشمال السحر وحتى باقصى جنوب اليزائري بالنسبة لدرجة الحرقوس هو راح تشهد انخفات تدريجي انخفات تدريجي خاصة بالولايات الداخلية وننتظر فقط مقاييس ما بين سبع درجات وتسع درجات على معظم الولايات الداخلية قريب المدن الساحلية راح تروح ما بين 14 درجة و14 درجة بنسبة للمدينة عنا بالقالة حتى باقم طبول 14 درجة بنسبة للخط الرابط ما بين بيجا يا بومر درس العاصي مايلا غاية شرشيل و12 درجة ستسجل على الخط الرابط ما بين مست غانم ووهران وبنصف بنسبة لشمال السحر 12 درجة راح نسجلوها بالسورة وتحديدا بمدينة بشرة 14 درجة بنسبة لتين دوف 14 درجة بيعين صالح واخيرا حرام ما بين 18 درجة و19 درجة راح نسجلوها بالخط الرابط ما بين برج بجي مختار وحتى بعين قزام للملاحة والسيد بحلي إذن حذري مع قدوم هذا المنخفض الجوي سنسجل إن شاء الله أجواء مغشات غائمة ممطرة بإذن الله على المدن الشمالية أمطار إن شاء الله مرتقبة أو ستنطشع تقريبا كل الشمال الجزائري منذ ساحلية وحتى من المناطق الداخلية الأجواء تبقى مغشات بنسبة لمعظم الولايات الشمالية المتبقية جو موشمس تماما يبقى يوميز هذه الأيام الجنوب الجزائري بنسبة لدرجات حرقس وهي الأخرى حتى الشدم والإنخفاض تدريجي خيفا محسوس خاصة بالمدن الداخلية الغربية إذن سوف لا تتعدى العاشر درجات بنسبة لمرتفع تسمسيه التسعي ذاتي حتى بنسبة لتنمسان وسيد بالعباس بالجنوب الجزائري دائما نحر ما بين 27 درجات أو ما بين 25 درجات و 27 درجات بنسبة للهوغار والتسيلي أي بتعمل نراسات وحتى بيجانات 29 درجة و 33 درجة و 35 درجة حسي جلوها من عين صالح إلى غير برج برج مختار وحتى بعين قزام بالملاحة والسيد البحري الآن إخواني الصيادين مستعمل الملاحة والسيد البحري مع قدوم هذا الإذ تربجوي أو هذا الملخف الجوير حسي جلوه بوبرياح في بداية الأمر ستكون غربية وجنوبية غربية خاصة على الخط الرابط ما بين بنساء في لغاية وعران هذا قدوم إذ تربجوي إن شاء الله نشير بنسبة للغرب الجزائري رياح قوية ستنترش تدريجي نحو تقريبا كل المعطقة الساحلية المتبقية الأجوة تبقى مغشة غائمة ممترة بإذن الله فعليها الرؤية ستكون راضئة تماما حادري بنسبة للجهة الشرقية هنا نبقى نسجل يعني هبوب رياحة شرقية في بعض أحيان شمالية الشرقية ضعيفة إلى معتدلة مع رؤية جيدة نوعا لكن حذر الأمور حتى تغير تدريجيا نطوية النشرة الجوية كالمعتد بالمعلومات الفراكية توقيت نسب كالعداء العاصمة ودواحيها تساعة وعين دقيقة بعد السادسة هو موعد غرب الشمس بالعاصمة ودواحيها إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي ويكون ميلاني تذهب النشرة وقعوا معنا أوقات متعمة باقية البرمج وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر